مع كل الإجراءات الاحترازية والحواجز التي وضعتها دول العالم بوجهه يواصل فيروس كورونا تسجيل إصابات جديدة كل يوم لتتجاوز مئة ألف إصابة حول العالم حتى الآن بينما تجاوزت الوفيات النجمة عن الوباء حاجز الأربعة آلاف وفاة بدأ فيروس كورونا رحلته غير المرحب بها في العالم من مدينة وهان الصينية لينتشر بسرعة هائلة من بلد إلى آخر ويدخل الرعب على سكان الأرض وبشكل جدي بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بأنه وباء عالمي وأن المنظمة قلقة للغاية إزاء مستويات التفشي وخطورتها ومستويات عدم التحرك في العالم فيروس كورونا وصل إلى 121 دولة وإقليما خارج الصين لكن أهم محطاته كانت في إيران التي أصبحت من أكبر بلدان الشرق الأوسط تسجيلا للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا إذ بلغ إجمالي حالات الإصابة فيها أكثر من 9000 إصابة و354 حالة وفاة وبحسب الرئيس الإيراني روحاني فإن جميع أقاليم إيران تقريبا أصيبت بالفيروس أما منظمة الصحة العالمية فقد أعلنت أن فيروس كورونا بات متفشيا بشكل كبير في إيران محذرة من قلة التجهيزات الوقائية وقالت أيضا إن الوضع لم يعد سهلا ضعف النظام الصحي وعجزه في إيران وعدم قدراته على احتواء الوباء فضلا عن إخفاء الأرقام الحقيقية من قبل السلطات الإيرانية فقم الأزمة وساعد على انتشار الفيروس إلى الدول العربية المجاورة لها والتي لا تقلها شاشة في نظامها الصحي عن إيران كالعراق الذي لم يغلق الحدود مع إيران بشكل جدي ولا يزال يسمح بدخول الإيرانيين دون أي إجراءات صارمة للحد من انتشار المرض ليسجل بذلك نحو ثمانين إصابة إلى الآن أغلب الدول العربية التي أعلنت عن وجود إصابات فيها كانت لأشخاص قادمين من إيران لينتشر بعد ذلك في مدنهم فأعلنت قطر عن تسجيل مائتين واثنتين وستين حالة وسجلت البحرين مائة وتسع وثمانين إصابة وقالت وزارة الصحة البحرينية إن حالات جديدة كانت من بين مائة وخمسة وستين شخصا من المواطنين الذين تم إجلاؤهم مؤخرا من إيران وسجلت مصر سبعا وستين حالة وأربعا وسبعين حالة في الكويت بالإضافة إلى أربع وسبعين حالة في الإمارات وهكذا انتشر الوباء في الدول العربية كالنار في الهشيم العالم بدوله الكبرى وغير الكبرى أصبح يتأرجح بين التهويل الذي يقض مضجعه وبين التطمينات التي تطلق هنا وهناك بأنه لا يزال من الممكن السيطرة على الوباء وتخفيف من انتقال العدوى ليبقى التحدي الأكبر قائما أمام تلك الدول في الصمود بوجه هذا الوباء وكيفية القضاء عليه